لم تعد صورة المجرم تقتصر على ذلك الشخص المنحرف أو المضطرب عقلياً بل سرنا نشهد جرائم ارتكبها أشخاص عاديون في حق أبائهم وأزواجهم وحتى أبنائهم ولأسباب تعددت بقى البعض منها غامضاً والآخر تافهاً فالجريمة اليوم تغدت حدود الشارع إلى العائلة والمدرسة كما وصر العنف والتهديد بالقتل لغة التواصل بين الكثيرين صغاراً كانوا أو كباراً وقد شهد الشهر الجاري خمس جرائم قتل بشعة على الأقل في ظرف أسبوع واحد وهي زوج شاب من المدينة الجديدة علي منجلي بقصنطينا يبلغ من العمر سبع وثلاثون سنة أقدم على ذبح زوجته البالغة من العمر اثنين وثلاثين سنة بسكين حيث وبعد اقتراف جريمته سلم نفسه لمصالح الأمن وهو في خالة هستيرية في حين لا تزال القضية قيد التحقيق جريمة قتل أخرى شهدتها مدينة العلمة بولاية الصيفة ذهب ضحيتها حارس حضيرة أصيب بطعنة خنجر من طرف مجهولين الضحية كان من المفروض أن يدخل القفص الذهبي هذا الأسبوع لكن الطعنة القاتلة ألغت مراسم حفل الزواج جريمة مروعة أخرى تسبب فيها طالب جماعي انهل على ضحاياه بفأس غير بعيد عن باب المسجد بقرية بوبقرة جنوب سكيكدا راح ضحيتها شيخ في الثمانية وستين من العمر بينما اسفرت الحادثة عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح أحدهم في حالة حرجة مقتل شاب يدعى إسلام يبلغ من العمر تسع عشر سنة ببلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينا بعد التنكيل بجثته وبتر يده بسكين والفارق هنا أن المصالح الأمنية تحركت بسرعة وأوقفت جميع الفاعلين في القضية وهم عصابة تتكون من أحد عشر فردا تتروح أعمارهم بين تسع عشر وثلاثين سنة مسبوقين قضائيا ليتم إحالتهم على العدالة جريمة أخرى اهتزت على إثرها مدينة عين دفل أمس الجمعة بمقتل شاب يبلغ من العمر سبع عشر سنة أين تم العثور عليه مقتولا بجانب خط السكك الحديدية بحي الإخوة مباركي وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثة فيما فتحت المصالح المختصة التحقيق لمغرفة ملابسة الحادثة وفي ظل التصاعد وطيرة الإجرام بالمجتمع الجزائري وجب على كل فرد منا التشبث بديننا الذي ينهان عن التعامل بعنف وتحكيم العقل عند الغضب لاجتناب الخروج عن السيطرة